بسم الله الرحمن الرحيم حبيب وابنائي تلاميذ الصف الرابع التدائي أهلا بيكم وسهلا في حل تدريبات سلاح التلميذ على الدرس الأول وهو بعنوان تطور وسائل النقل وتأثيرها في المجتمع بدعوكم لعمل سبسكرايب أو اشتراك على القناة مع تفعيل زر الجرس لكي يسلكم كل جديد نبدأ مع بعض حل التدريبات السؤال الرقم واحد أكمل عبرات التالية من بنك الكلمات بنك الكلمات مكتوب فيه الهكسوس، بونت، خوفو، البخار، الطائرة، في نيقيا من خلال بنك الكلمات هذا هنكمل الخمس جمل دول الجملة رقم واحد أشهر المراكب في مصر القديمة هي مركب الملك الملك مين؟ الملك خوفو رقم اتنين أول سيارة دخلت مصر كانت تعتمد على طاقة إيه؟ طبعا طاقة البخار ودي دخلت في عهد الخدي وتوفيد رقم تلاتة دخلت العربات الحربية مصر مع غاز ومين؟ الهكسوس رقم أربعة اخترع الأخوان رايت عام 1903 نقط اخترعوا إيه؟ الطائرة سؤال رقم خمسة أرسلت الملك حدش بسوت رحلات بالسفن إلى بلاد بونت ننتقل إلى سؤال رقم اتنين سؤال رقم اتنين بيقول إيه يا حبيبي؟ اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة من مياتي واحد أنشأت الدولة متحف السكك الحديدية في الجيزة سنة ألف تسعمائة اتنين وتلاتين هذه العبارة خطأ أنشأت الدولة طبعا متحف السكك الحديدية في القاهرة وليس الجيزة رقم اتنين استخدم المصر القديم قدميه للتجديف قبل استخدامه للخشب يعني هو كان على القارب كان بيستخدم قدميه وكان بيستخدم يديه للتجديف قبل استخدامه الخشب طبعا هذه العبارة صواب أو صحيح رقم ثلاثة تشير الصورة المقابلة إلى وسيلة النقل التي استخدمتها الملكة حد شبسوت في رحلاتها إلى بلاد بونت هذه العبارة خطأ رقم أربعة أخذ الهكسوس عن المصريين استخدام العربيات الحربية طبعا لو عكسنا احنا هتبقى العبارة صحيحة لكن هي كده حاليا لا طبعا العبارة خطأ ليه؟ لأن أخذ المصريين عن الهكسوس استخدام العجلات الحربية لأن المصريين ما كنش يعرف العجلات الحربية لكن أخذوها عن مين؟ أخذوها عن الهكسوس يبقى إذن هذه العبارة خطأ السؤال رقم خمسة ساعدت وسائل النقل المختلفة على التبادل التجاري بين الدول احنا عيننا طبعا وسائل النقل بري وبحر وجوي طبعا وسائل النقل هذه المختلفة ساعدت فعلا على التبادل التجاري بين الدول هذه العبارة صوب السؤال رقم ستة أرسل الملك سنفرو رحلات تجارية إلى فينيقيا لجلب البخور هو فعلا الملك سنفرو أرسل رحلات تجارية إلى فينيقيا ولكن ليست لجلب البخور ولكن لجلب الأخشاب يبقى إذن هذه العبارة خاطئة السؤال رقم سبعة تعد نقلات البترول والبواخر من وسائل النقل المائي الحديثة يبقى نقلات البترول والبواخر دي وسائل النقل حديثة مائي طبعا أقول له العبارة إيه صوب ننتقل السؤال رقم تمانية السؤال تمانية بيقول إيه قام البنك الأهلي بتأسيس شركة مصر للطيران طبعا هذه العبارة خطأ ليه خطأ لأن طبعا البنك الأهلي لم يؤسس شركة مصر الطيران ولكن بنك مصر هو الذي أسس هذه الشركة العملاقة العظيمة السؤال رقم سؤال رقم تمانية أو التسعة توفر وسائل النقل الجهد والوقت لانتقال الأفراد والسلع من مكان لآخر طبعا وسائل المواصلات بتوفر فعلا الجهد والوقت لكي تنقل الأفراد والسلع من مكان لآخر هذه العبارة صحيحة السؤال رقم 10 دخلت أول سيارة لمصر في عهد الخديوي إسماعيل طبعا إسماعيل دا إيه دي خطأ يبا إذن العبارة كلها إيه خطأ لأنها دخلت في عهد الخديوي توفيق 11 نقلت مركب الملك خوفو للمتحف باستخدام تكنولوجيا متقدمة للحفاظ على قيمتها الأسرية طبعا ما ينفعش أي حد ينقل إيه ينقل الحاجات الأسرية لازم تكون فيه تكنولوجيا متقدمة جدا عشان تحافظ على قيمتها الأسرية هذه العبارة إيه سواء ننتقل السؤال رقم 3 اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين رقم 1 نجح الأخوان رايت في اختراع أول سفينة طائرة سيارة قطار الأخوان رايت اخترع أول طائرة في التاريخ رقم 2 تعد شركة مصر الطيران إحدى مؤسسات البنك الأهلي بنك مصر البنك التجاري الدولي بنك أبوظبي طبعا إحدى مؤسسات البنك مصر زي ما قلنا من شوية السؤال رقم 3 أرسلت الملكة حدشف صوت رحلات بالسفن إلى بلاد بونت سؤال رقم 4 أقدم أثر أثر بشري مصنوع من الخشب في التاريخ الإنساني هو العربات الحربية مركب الملك خوفو السيارة البخارية طائرة الأخوان رايت طبعا نقول له إيه مركب الملك مين الملك خوفو يعتبر أقدم أثر بشري مصنوع من الخشب في التاريخ رقم 5 ترجع وسيلة النقل المقابلة اللي احنا شايفين هذه حبيبي وسيلة النقل هذه ترجع إلى عهد غزو الرومان الهكسوس الفرس اليونانيين طبعا نقول له مين الهكسوس هذه هي العجلات الحربية العجلات هي الحربية السؤال رقم 6 أول من حاول الطيران في الجو هو عباس ابن فرناس أحمد ابن طلون خفرع خوفو طبعا أقول له عباس ابن فرناس هو أول من حاول الطيران في التاريخ وباقت ما حاولته بيه بالفشل وقتله أو ميت يعني السؤال رقم 8 السيارة التي دخلت مصر في عهد الخديوة وتوفيق كانت تعمل بطاقة البخار البنزين القهرباء الشمس نرجع للسؤال رقم 7 أي من وسائل النقل التالية اخترعها الأخوان رايت يترى اخترع العجلات الحربية الدواب الطائرة السفن طبعا اخترع مين اخترع الطائرة السؤال رقم 8 السيارة التي دخلت مصر في عهد الخديوة وتوفيق كانت تعمل بطاقة طبعا بطاقة البخار السؤال الأخير رقم 9 أشهر الملاكب في مصر القديمة هي مركب الملك مين الملك خوفه ننتقل السيارة رقم 4 السؤال الرابع بيقول صوب ما تحتها خط في مالي يعني اللي تحته خط ده ده خطأ احنا نعمل ايه احنا نصحح رقم 1 أول سيارة دخلت مصر كانت تعمل بطاقة شمسية كلمة بطاقة شمسية خطأ طبعا اقوله كانت تعمل بطاقة البخار رقم 2 عرف المصريون العربيات الحربية مع غز والرومان الرومان دي خطأ الرومان دي ايه خطأ المفروض مع غز ومين طبعا اقوله الهكسوس السؤال رقم 3 إحدى أهم مؤسسات النقل الجوي في مصر هيئة السكك الحديدية احنا بنقول ايه نقل جوي وهنا بيقول طبعا سكك حديدية يعني دي طبعا دي خطأ يبقى اذا الجواب الصحيح ايه طبعا ايه شركة مصر للطيران السؤال رقم 4 تم اختراع الماكينات بعد الثورة العرابية الثورة العرابية دي خطأ الثورة العرابية دي ايه خطأ المفروض بعد ايه الثورة الصناعية الثورة ايه الصناعية السؤال رقم 5 تعد البواخر ونقلات النفط من وسائل النقل البري كلمة البري دي خطأ المفروض ايه المائي يبقى احنا عندنا البواخر ونقلات النفط دي تعتبر من وسائل النقل المائي سؤال رقم 6 تم نقل مركب الملك خوفو إلى متحف اللوفر المتحف اللوفر ده خطأ طبعا نقول له المتحف المصري الكبير المتحف المصري الكبير رقم 7 تحتل مصر المركز الثاني عالميا في إنشاء السكة الحديدية بعد فرنسا فرنسا دي خطأ المفروض بعد مين طبعا بعد إنجلترا أو المملكة المتحدة هي الأولى بعدها على طول مصر في إنشاء السكة الحديدية سؤال رقم 8 والأخير دخلت أول سيارة إلى مصر في عهد الملك فاروق الملك فاروق خطأ طب إيه الصح؟ طبعا الخديوي إيه؟ الخديوي توفيد ننتقل السؤال رقم 5 بما تفسر واحد يعني أذكر السبب يعني لماذا؟ يعني ليه؟ أهمية الدواب عند المصريين القدماء طبعا المسلو القدماء استخدموها في التنقل وحمل إيه؟ وحمل الأشياء السؤال رقم 2 بما تفسر قيام الملك سينفرو بإرسال رحلات إلى بلاد فينيقيا الملك سينفرو أرسل رحلات إلى بلاد فينيقيا لجلب أخشاب اللي هي إيه؟ أخشاب إيه؟ الأرز أو أشجار الأرز يعني السؤال رقم 3 أرسل الملكة حد شبسوت رحلات تجارية خارج مصر ليه الملكة حد شبسوت أرسلت رحلات تجارية خارج مصر؟ طبعا لجلب البخور والأخشاب وغيرها من المنتجات السؤال رقم 4 بما تفسر طور المصر القديم القوارب واستخدمها في البحور ليه المصر القديم طور القوارب واستخدمها في البحور؟ أقول له ليه يستطيع التجارة بين مصر والدول الأخرى ننتقل إلى السؤال رقم 6 السؤال رقم 6 حدد نتيجة واحدة وبهو عايز كم نتيجة؟ نتيجة واحدة مترتبة على واحد إيه نتيجة غزو الهكسوس مصر بالنسبة لوسائل النقل؟ يبقى هو عايز إيه نتيجة غزو الهكسوس لمصر؟ بس بالنسبة لمن لوسائل النقل؟ عايز نتيجة واحدة طبعا عرف المصيرون عنهم عن مين؟ عن الهكسوس العجلات إيه؟ العجليات الحربية برضو حدد نتيجة واحدة ترتبت على ما حاولت الأخوين رايت الطيران إيه نتيجة إن الأخوين رايت؟ حاولوا أن يطيروا طبعا مع ما حاولتهم الطيران صناعة أول طائرة في التاريخ السؤال الأخير حد النتيجة واحدة ترتبت على اختراع الماكينات في الثورة الصناعية طبعا كانت السيارات تعمل باستخدام طاقة البخار وذلك بعد الثورة الصناعية التي نتج عنها اختراع ايه؟ اختراع الماكينات ننتقل إلى السؤال رقم سبعة أجب عما يليه رقم واحد وضح كيف أثر غزو الهكسوس على وسائل النقل في مصر إزاي غزو الهكسوس أثر على وسائل النقل في مصر طبعا لما الهكسوس دخلوا مصر دخلوا ومعاهم حاجة اسمها العجلات ايه؟ العجلات الحربية استخدموها المصرون أو عرف المصرون بعجلات الحربية واستخدموها في الصفر والصيد السؤال الثاني دلم تطور وسائل النقل البري في مصر عبر العصور طبعا دليل ان وسائل النقل البري تطورت في مصر على مر العصور استخدم المصرون الحمار في التنقل ثم بعد ذلك العجلات الحربية ثم عن الهكسوس طبعا ثم السكك الحديدية وأخيرا السيارات ده بالنسبة للنقل ايه؟ للنقل البري نفس الرقم ثلاثة حدد اهم التطورات التي شهدتها وسائل النقل المائي في مصر بالنسبة لوسائل النقل المائي صنعت القوارب من مجموعة من جزوع الاشجار ثم اضاف المصر وكان طبعا المصر القديم يجدف بارجلها ويديه ثم اضاف المصر القديم لها المقاعد ثم تطورت واصبحت السفن التي تجول في البحر وايه؟ والمحيطات ده بالنسبة لتطور ايه؟ النقل المائي نرجع للسؤال رقم اربعة عبر باستوبك عن محاولات الانسان للتنقل عبر الجو الانسان حاول ان هو يتنقل عبر الجو ازاي؟ طبعا اول حاجة ده رقم واحد محاولة عباس ابن فرنيس في الطيران ولكنها باقت بالفشل ولكن نجح الاخوان رايت في الطيران عندما صنعوا اول طائرة في التاريخ نرجع للسؤال رقم خمسة سؤال خمسة وضح دور العلم في تطور وسائل النقل في حياتنا اليومية دور العلم من خلال العلم ايه اللي حصل؟ تطورت وسائل النقل البري من الدواب الى العجلات الحربية ثم السكك الحديدية ثم ايه؟ ثم السيارات احنا بنقول على وسائل ايه؟ وسائل النقل لكن وسائل النقل المائي تطورت من القوارب الى ايه؟ السفن العملاقة التي تجول ايه؟ تجول البحار والمحيطات والنقل الجوي الطائرات طبعا الحديثة التي تجول العالم كله ننتقل على سؤال رقم ستة حدد اوجه التشابه والاختلاف بين محاولة طيران عباس ابن فرناس ومحاولة الاخوين رايت عايزين نعرف التشابه والاختلاف ايه؟ اولا محاولة عباس ابن فرناس هو استخدم جناحي طب الاخوين رايت استخدمها جناحين ايضا طيب محاولة عباس باقت بالفشل لكن اما الاخوين رايت نجحت محاولتهما السعر رقم سبع اثبت صحة العبارة الاتية سعادة الثورة الصناعية على تطور وسائل النقل طبعا نجحت من خلال السورة الصناعية او نتج عنها اختراع الماكينات ننتقل للسعر رقم 8 ما العلاقة بين بنك مصر والنقل الجوي المصري؟ طبعا مصر للطيران هي احدى مؤسسات بنك مين؟ بنك مصر دي العلاقة بين بنك مصر والنقل الجوي المصري الحديث برضو رقم 8 ما العلاقة بين الهكسوس وتطور وسائل النقل في مصر؟ الاجابة دخلت العجلات الحربية مع مين؟ مع الهكسوس وعرف المصريون عن الهكسوس يعني المصريون عرفوا العجلات الحربية عن مين؟ عن الهكسوس السؤال رقم 9 رتب الوسائل التالية من الأقدم إلى الأحدث دي طبعا الدواب السيارات كطارات اللي هي ايه؟ العربات التي تجرها ايه؟ الخيول رقم 1 مين؟ رقم 1 الدواب طيب رقم 2 العجلات الحربية رقم 3 عربة البخار رقم 4 واخيرا ايه؟ السيارة اللي احنا ايه؟ اللي هي موجودة حاليا ننتقل السيارة الرقم 10 اكتب ما تشير إليه العبارات بمعنى المصطلح الجغرافي مثلا يعني رقم 1 أو المصطلح العلمي قام بأول محاولة للطيران دي تعتبرها فزورة تمام كده؟ وهنحلها مين هو أول من قام بمحاولة الطيران؟ طبعا عباس ابن مين؟ ابن فرنيس رقم 2 أرسلت رحلات تجارية لبلاد بونت أول ما اسمح كلمة بلاد بونت يبقى أقول له مين؟ الملكة حدش بسود رقم 3 دخلت السيارة التي تعمل بطاقة البخار إلى مصر في عهده من هو اللي دخلت في عهده؟ السيارة التي تعمل ببخار اللي احنا شفناها من شوية طبعا الخديوي توفيد رقم 4 ينسب لهم اختراع الطائرة مين هم اللي اختراعوا الطائرة؟ الأخوان رايت رقم 5 ثاني دولة في العالم أنشأت السكك الحديدية احنا عارفين أن أول دولة أنشأت السكك الحديدية اللي هي إنجلترا أو المملكة المتحدة ثاني دولة أنشأت فيها السكك الحديد اللي هي مصر وطبعا أول خط حديدي في مصر من القاهرة إلى إيه؟ إلى الإسكندرية سأل رقم 6 ملك ترك لنا أشهر مركب في تاريخ مصر القديمة الملك مين؟ الملك خوفه رقم 7 والأخير وسيلة نقل عرفها المسرون مع غز والهكسوس طبعا العجلات إيه؟ الحربية بكده حبيبي ننتهي من حل تدريبات سلاحة تميز على الدرس الأول صفحة 161 و 162 و 163 بدعوكم لعمل سبسكرايب أو اشتراك على القناة مع تفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة